هات نمشي معاك لصحيح حبيب وندخل في صلب الموضوع التوين ستتحدث تقول لك الورق هذي هذي في العالم الكله عرف انخفاض في الأسعار إلا في تونس مش ما نخفضش لربما ما زيت بعض في بعض الأحيان سور طول سور البلونت على غام دو بابنية هذو صحيح بالنسبة للنقص انتعوا صحيح جات فترة كونو طلع على السعر انتعوا بسبب الزيادة في الارتفاع الارتفاع الكبير في النقل في النقل وقت يقع السيراد الورق فم النقل في الحمول كيف تلين عبر الترونسبور ماريتي وهذا معناها صار مرتفع جدا بسبب الكورونا والأزمات اللي صارت في العالم الكل ثم هذا صار النغلاء تول حقيقة تراجع كبير في الأسعار بالبالعكس رجع حتى لسعر حتى أقل من 2019 و2018 سعر النقل وقلت معناها صار نخفض بي حتى معرف نوش نخفض لكن في تونس ما تشوفنيش ما حسينيش تنخفاض هاد والله يتشوف أنا معاك لأنه في تونس لغال توقع ديما عادنا الغرفة للمصنعين توينس انتع الورق انتع الكوراس وانتع الورق بسيفة عامة ما بالبالعكس كنا ننتظروا أنه مش يقع تخفيض في سعر الكوراس السناء خاصة الكوراس اللي عملون بسبب غلاء الورق غلاء برشة الكوراس وطلع برشة وانت تشوف معنا أسعار اللي صحيح ما يقدرش عليه الموات مهما كان للموات المتوسطة الكوراس يقولوني بأشرين دينار را ورا ومانا ندوخ ما طولنا رجع له مساع الكوراس فالرامدو بابيين ما رخصتش والبابيين بشكل عام الورق ما رخصش هذا الحقيقة انت ربي أنا الله سامحهم سانعي الكوراس من المفروض أنه الورق ينقص لأنه الورق بالنسبة للغلاء انتع الترونسفور رخص فماش عاليش أن الكوراس لما رخص بقديش تو تتبيع حتى 12 دينار من وصل العشرين وإن LISA توايو сделать العموم حتى 11 دينار وشويه العرامدو بابيين هذي المستورد من الخارج يجي ويتكرر في تونس فهو المستورد من الخارج يجينا حذر المستورد فهما نقص يعني بنسبة 60% و70% نقص على رمضة بابي مما القريسة الكراس يبقى غالي بش نسألك على الأسعار الكراس المدعم موجود صراحة ولا مش موجود أحبيب هو الكراس المدعم بالنسبة لكمية اللي يقع معناها صنحة في تونس قعد نفس الكمية وزارة تجارة وزعت على المصنعين نفس الكمية أربع لاف تورناتا تقريبا اللي توعدنا أربع ولا خمس سنين لست سنين هذيك هذي الموجود ولكن اللي ساير فما تقاليد تخلقت جديدة كون المواطن التونسي فعلاقته بالمدعم بسيفة عامة واللهفة هذية اللي تخلقت والتربات فيها السنين اللي فات وضومه معناها تعطلية أربع سنين التالي معناها أنه وكلف عن المدعم والله هو اللي فقد فات يعني أنا مثلا عندي مساحات كبرى معناها في نوازع فيها في المواد المدرسية في النهار ما نجيش نحط الكراس المدعم إذا كان نهبتوا ملكمين ونحطوا في الكراس المدعم ونفقوا هنا في البيب في العادة بنتها الباب يتباع تلقى موش يتباع ياليتو يتباع يفكوه يقع عمليا فوضة فوضة فكين ويتحيح موش يفكوا ويخرش به لا يفكوا يتعدى به الكاس ولكن بطريقة معناها أنه أكل لهفة يعني تقريبا تلقى أنتي على كاردونا كراس تلقى عشر محش هذا الصف يا حبيب عنده الحق هاو عليش عنده الحق هاوش نسلك أسلة وتونفهموا عليش عنده الحق لمواتن تونسي الكراس عدد أثناش هذيك يتسمى هو أثناش أثناش في المدعم 130 مليا و30 مليا في دومي سوبر ماهوش السوبر أقل واحدة بشتقاه في السبعة مياهوش تقريبا يعني تضارب ثلاثة ولا أربع صحيح الكراس لأخر 24 حبيب اي في الاربعمية وثلاثين تقريبا المدعم هكذا اونا لي لكن في الدومي سوبر نصف رفيع دينارو سبعمية أبارتير من دينارو سبعمية وثينة وستين يوصل حتى للفي ايه الرفيع أغلى من نصف الرفيع هذي يسوم طم حتى الإكسترا أغلى بارشا بأي طو نوصلنا نشوف في الثمانية واربعين سعره تسعمية وخمسين مليم في المدعم في السوبر في السوبر دومي سوبر دومية ثلاثة الاف ومتين واربعين نمشي لل ثنينة وسبعين الكراسة الكبيرة نحن نقوله ثنينة وسبعين في المدعم دينارو ربعمية وخمسين في السوبر أربع علاف وستة أبارتير من أربع علاف وستة محبيب شي يهبل اي صحيح طو فما المنافسة والخصم وكذا ولكن نبقى ديما بالنسب النصف الرفيع والرفيع والأكثر من الرفيع ديما غالي على المواطن وخاصة أنه أنه أحيانا حتى نصف الرفيع مش موجود ما أنا قال لي خلي روحه مخر يمكن بعد يجي يأخذ الرفيع ولا أكثر من الرفيع هذا يروا في المدعم فما كان في الكراسة أثناء شوار وعشرين وثمانية واربعين ثمانية وثين وسبعين فقط كان نمشي في الكراسة المرقم فقط المدعم نمشي والأخري نمشي والإكسرا برتير من كنز دينار اللي فيهم تقريب لبراسون دي بريم أنا لولا بك أبربي كل لولا بي هذا غميمتي على كل لولا بي كل ليلة على قلبي وشرب اللولا بي أبرتير من سبعتاشن دينار يا حبيب بالمئتين صفحة ممرحة لربعمائة صفحة في حدود لربع عشرين دينار هاي الشي اسمه هذيك كل سنك سور سنك هذيك شسمه هذيك كل تروندير كبير بكل غالي شوية عشر لفو خمسمائة تي بي خمساشنالف واربعمائة دوستان باج هاي هل يقدر أب عائلة عنده ثلاثة ولا زوزو ليدات شو هذيك أنا مرة معاك في تدخل في تقريبا عامل تالي العامل تالي على جورة أفهم وصرت عليها ضجة كبيرة في جورة أفهم معلو خيال مربي لأنا كنت مربي ونحيي بالمناسبة المعالمين لسد نحييهم في كامة ربالجمهورية ومرة لأسف شديد كانو صارت ضجة كبيرة على خاطر أنا قلت بكل لطف نطلب من السيد المرابين أنو ميطلبوش على التلميذ الكراس اللولبي لأنو لأسف شديد ونعودها 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 لليوم جينا في الورقة نتاع تلميذ في البريمير كراس لولبي يا أخي أنت إذا كان ما عليك تلب علي كراس يا أخي خلي على الأقل كي تاخد نصف مدعم وما تخلش كراس لولبي 20 دينار تأخذها ب3000 ولا 4000 ولا كذا إذا كان لقيت المدعم ما بإذن الله تلقاه أما إذا كان أنت يتلوج على الكراس معنا المعلم يطلب على تلميذ يجيني يقول المعلم يطلبها يطلب على تلميذ كراس لولبي هذه أنا فرصة أخر وكان بشي عملوا الضرجة وحتى وصلنا حتى البرشة أكلام لحقيقة قالوا هولي لكن قولهم مرة أخرى بيكون لطف أنا أصلي كنت مربي وجاي من القسم ندل ندلو عليهم ندلو عليهم ندلو عليهم نحييكم بالله موتوط البور قالوا لولي بقالت ليم ذات الكتاب المدرسي يقولوا لي فهم زيادة من 500 ملي إلى حدود 800 ملي نقصي نحن يا حبيب الكتاب المدرسي خاصة أنا معك في هذه لأنه أنا بكر سؤال يمكن مرقتلوش إجابة الكتاب المدرسي يطبع جديد زياد مثلش زيادة في الورق ولي عنده أسباب ولي زيادة في حق اتباع عند المصنعين واسنين كتاب المدرسي معنا الصفقة صارت في تونس والمصنعين في تونس وربما زيادوا على خاطر المصنعين في السوم على الصفقة ربما صارت تقبل معقول زياد 500 800 10% معقول أما الكتستوك اللي عندك ربما نحب نسأل سؤال السيد الرئيس المدير عام احنا عادنا ستوك احنا كميهانيين عادنا ستوك من عام نقول الستوك كيف نجيب الكتاب اللي هم مطبوع من موجود في الستوك ونقارنوا نلقى الستوك انتاعهم عطلونا وزودونا مخر باش يلسقوا لنوفو بري على الأكتوب عاملوهم نجمة قرقشة ونقول لك لا يا خسوم الأكتوب هذه حطوا عليها لشوام جديدة في حين انو احنا عادنا ستوك والقينا مشكل في التاريخ الصنع انتاع الكتاب هذك وانتاع الكتاب هذك فرد سنة وهو كتاب نفسه هذا يا زايد 500 وهذا بسمه الأخديم يا أخوة كامل الستوك اللي عندكو بعد خارج جديد اللي زايد 500 واخلاقنا وعليش الزيادة هذية هولا تراك يا أخوة عامنا والخير ولا شنية الهادة نطبع في تركة تكلفنا هرخص حبيب زيادة الكين وتلامذة والأولياء انو فاما نقص بقل شاية 20% في المواد المدرسية يعني السيلوات والقواب والكريون خاصة انه المستورد بالنسبة للتونسي لا المستورد هو اللي يرخص والتونسي شبي التونسي بقى محافظة على السعر اذا كان مزيدش تونسي مثلا فاما برش مؤسسات تونسية صناعة تونسية السعر انته زادة لقبل لأسف بقديه زياد يعني ثم اني خفاضت في المستورد اول حاجة نقص برشا في السعر خلش هي 20-30% واني خفاضوا حتى 30% فما انخفاض كبير الاقبال عليكم انتوما الان وانتي تشتغل مع زوما لايك في الغرفة او كده النسبة متاعه انا نعرف في 100 اوت اشتر اوت تقريبا 25% من توانسي بدأوا يشريوه في الفرن دورسكوريل لوليداتهم يقولك نشري على بكري وانا نقاش مفاجئة صحيح والله وانا نقاش مفاجئة كانت كم استثمرين لانه الى يومنا صحيح انه متعودين معناها اقل شي اقل شي في الفترة هذيك في نص ونصف اوت تم عشرين في المهمة تواسط زودوا بنواد المدرسيين عندناك التواسط يحبش الزحم ويحبك يجربك السناء لأسف انا كنا اعطينا احصائي ممكن على السعيد الوطني فمش حتى ثنين بالمئة جاءوا تزودوا بنواد المدرسيين باستثناء القليل والقليل والقليل وحتى اللي جاء حتى اللي جاء خمسين بالمئون من اللي حاشتوا به مكتوبوا فارغة توسيا واللي يعاني بصدق معنا الى يوم من هذا مكتباتنا ما زالت مجدتناش ناس تقضي رغم اللي احنا على اتم الاستعداد بالكراس المدعم وبالكراس العادي وبالكراس الرافية وبالكراس المدرسي اول عام وقولوا نقولوا احنا تقريبا من بداية اوت جميع تقريبا جل المكتبات على استعداد للأسف انه التوا ننتظروا احنا في المواطن احنا بالعكس حتى الانخفاض موجود الخدمات موجودة بضع اخذيتوا قرار يذولي بتنسيق مع مسالح وزارة تجارة كونه بشتعملوا تخفيضات لا تخفيضات مسالح التجارة ما ذبقيك تبعلي حتى بيسعر بيسعر الجملة مع توزر مسالة انا من مسالح تجارة طلب منك تبعلي تعامل حتى خمسين في المية تصل حتى الخمسين في المية كرتابة رخصت احنا الكرتابة رخصت رخصت خمسة سالش النهر تاخذ كرتابة ومحترمة شو اخر المواد المدرسية الضرورية للمدى منهم. يعني العقليم المتحات البرير كله مرخص وكله مرخص وكله مرخص. شوية شوية الورق شوية معناها مزيد. بقى حاجة برك هذيك عمرها ما ترخص ومفهمتش عليش البراسكولير هذي يولي يطلبوه الزادة. قعد غالي حبيب. براكس زاد البراسكولير. اي هو اللي قعد غالي. هذا هو زاد. البراسكولير بالنسبة مقارنة بسنان الفارطة. معناها زاد زاد بالقدار بالقدار. زاد اكثر من ثلاثين بالمئة. كناخر الباركتولير نتاع الفين وواحد وعشرين. ناخر الباركتولير نتاع الفين الفين وعشرين. والفين ثلاثة وعشرين. فهم زيادة كبيرة. نعم. خليف نختم معك. هو تقريبا كل شي قلناه. ولخصناه في فكرة ببركة. هو المحظة ولات غالية. غالية على خاطر ثم مشكل كبير وانتي كنت تشير له. ومعقول انه سوء تصرف في المواد المدعمة في علاقة بالكراس المدرسي. خطرين انت نجمش تحكمه مواته وهزي الكراس. ولكن الاولياء الكل مية لحقوش عليه. ومع ظرف الان ناس كل خارجة مسيف. ما عنداش فلوس. ما يوصي سبتمبر كما يلقاهش كراس المدعم. مثلا في وسط السنة. هو انا لاحظتها كولي. ما نلقاهش كراس المدعم احد. نعود نجوبك. اه. بجوبك شاحبي. غرق السوق. هاي هذا هو. الكميات اللي قال هيلك مع الكراس المدعم. يعني لماذا باقي ما ثماش. اه. زد على ذلك. الكميات. قديش السنة. هو تقريبا الكمية هي نفسها. عرب علي فترناتا. عرب علي فترناتا فقط. ولكن غير كافية. هي لو كانت توزع بطريقة محترمة ومنتظمة تكفي. ولكن احنا تربط فينا السلوك انت على اللهفة. انو اللي جي يستحق على الهرين كراس يحب يخذ خمسين. للأسف عندو يبدأ صغير واحد سنقول يحب يخذوا عثرة من كل نمره. هراي هذي الفوضى. احنا عادنا في النهار كيف نحطوا الكاس ندخل ونزودوا. معناها الفضاء. انت يعنا بالكراس مدعم. نلقاه صعوبة كبيرة. نلقاه صفة كبيرة. يسيبوا كل شي ويجوك على الكراس مدعم. يعني انت ما زلت هبط فيهم ويفكوا لك. وتعودوا به الكاس يخلصوا. اما يفكوا. ما يموش في حد شيء. تليه نعرف انت انت ما عندكش قدرة باش توقف الطيار هذي. حتى مع التجارة ساعات مدعم. ولكن ليس مع الناس سيغة مع وزارة التربية مع غيرها. لانه مهم يعطيوك يمدوك بالكرارس. طريقة من التربية. والله انا نتمناها كيك حتى. ان الكراس مدعم يتوزع في المدارس. هاي. شفيا انا وليه يعطيني توقع دي عطيوه فيه. انا اليوم ماشي والله المدرسة. اه. مش ناخليه استمتاع الكراس والاحمة. يعني مش مش موجود اتفاقيه بالمكتب والمدرسة. ونخلص عروح. ايه. في المدرسة يوزع. ومدعم العدالة. عدالة توزيع. اما يمكن في المدرسة كني. مثلا. مدرسة مجانة. يعني قبل يتوزع مجانة. خلينا وفعل مجانة. هذي اي سناح. هما على قلب فلوسه. ولكن ثم عدالة التوزيع. هني قلت لك. اللي وخر شوية. اللي ما سبلو الشارية. اللي عندو ظرف. اللي عندو ظرف صحي. ملاحق كان على الكراسة نصف رفيع والرفيع. ثانيا. السوق مغرقينه بالسلاع الموازية. في طار عجز. اما انطوروا احنا صناعاتنا المحلية. معناه انطوروا شركاتنا اللي تنتج هذا. هو نعمل اتفاقيات مع معناها شركات ومؤسسات رسمية مش موازية. تعرفش علاش. هي انه ثم مش كلهم تعال خطر الصحي. الادوات المدرسية الموازية حالا. حاتم قصة من بالله. انا شخصي. ناخو غلاف. رايحت ومتوصل للدار كان شمو برودوية. ماني جدا مش نوع. اللي برك الله فيك. واستلوات. الموازية ذا ردوا بنا منه. انت حكيت على الموازية. وحنا نعانيو فيها كمهانيين. وهذه فرصة برك الله فيك. اللي اثرت النقطة هذه سيخليفة على خطر. احنا فما نهو وصلت ناس للسبيترات. اي 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 اي. الموازية ذا الكل وما عشنو واستيلو. احنا صغار نحوط استيلو في فمه. اي اي وصغير يشد في فمه. اي اي اي. معناها فرصة معناها انه المواطنين يزم يوردوا بالهم. ما سلع الموازية المولدة لقارع الطريق. اللي هي يعجبهم رخص انتاعو الاسب. هو ملزوز من رخص اه. يعجبهم الرخص انتاعو. ولكن رو فيه اختار برسارة صغار. يعني. نذكركم الكل. نذكركم. حبيب العرجو بيش يكون معنا مرة في الاسبوع طوان نسق الموعد متاعو. كان فما اسألة عندكم اطرحوها تحت الفيديو. ننقلوها لحبيب العرجوبي. لكن بش يكون لكمبانياتور متاعنا في خصوص اقتناء المواد المدرسية. بش ايضا بش نعملو اللي مستنسيين نعملوهم مع الحبيب العرجوبي. هم مشكورا الانسانية اللي نقوموا بها بواجبنا نحو اه بعض الطبقات اللي يوصل يبطل ود وميقرر ما ما يوصلش. والله قفة المدرسة اهم من قفة رمضان. احنا بش نعاون والله الهدايا بمبادرات انسانية بالتنسيق مع جمعيات مختصة كما جمعية التضامن مع الدكتور روف الوسليت يعطيهم مساحة جمعية خاصة. عرفتك الجمعية اللي تساعدهم كل عام. في خصوص عندهم حاجيات خصوصية. هدوهم مو عاقين. يعملوهم مرمو. عمنا بتجربة احنا معك حاطة معنا في عشرين الف تلميذ في جمع. حاجة برك حبيث الله. هذا حكاية المحفظة. انت قبيلا كدهش قلت. المحفظة هو فما انا نقول فما بده من ترشيد الاستهلاك. يعني احنا كيف نمشيه بنسبة لتونسي. ارهي محفظة فم محفظة حتى بربع وخمسمائة دينار. هكذا موجود. لكن فم المحفظة اللي هي معناها محفظة صنع تونسي. ومحترمة. ولكن ما يش بك المحفظة نقول وحنا كلماركة ما نعليش ماركة كده. انا بحبش المحفظة معناها بتحبش الماركة بالنسبة للمحفظة بعشرين دينار اقصى تقدير تاخه محفظة محترمة وموجودة في الفضاءات موجودة في المكتبات.